بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها منظمات الصحة العالمية حول جائحة كورونا والتي بحسب مختصين الصحيين أنها ستكون الأكثر انتشاراً ما زال العراق منشغل بتشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة متناسياً وضع الخطط الصحية التي ستواجه الفيروس من جانبها الاستطلاعات أكدت أنه هناك عزوف من قبل المواطنين على أخذ اللقاح وأيضاً تباطئ في أخذ اللقاح رغم توفر اللقاح من قبل وزارة الصحة في كل مكان في العراق وذلك يعود إلى انشغال الحكومة العراقية بالتوعية لذلك على الحكومة العراقية اليوم أن تعيد التوعية للمواطن العراقي لمواجهة هذا الفيروس وخصوصاً أننا مقبلين على موسم جديد وجائحة هي الأكثر انتشاراً لمواجهة هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر